أهلاً السلام عليكم أخوات ومرحباً بكم في قناتكم سعاد ويب معكم أخوكم سعاد وفي الفيديو دي اليوم وهو واحد الفيديو قدر تقول لي درداشا لمرة مرة مرة بخرجه في خارجات بحالماكن هنضروف شي موضوع معين وأكيد من الفيديو من التالي من الفيديو ومن العنوان هتعرفوا على شك قد نهضر فخ السيمو لايف أكيد هذا العنوان هو واحد العنوان مكيعكس شد دايهر دياله وحيث غالباً الناس غا يصحبوني غا ينهاجم بالسيمو لايف حيث غا يقول الفخت سيمو لايف ولكن أنا بغيت ناخد سيمو لايف غير اكزامبل باش نوصل لواحد الفكرة اللي غا تنفع بالزابط الناس أولاً باش الناس ميصحبونيش عندي شي مشكلة مع سيمو لايف ولا ما كان حملوش لا سيمو لايف واحد إنسان ناجح لا يسهل عليه وهو واحد القادرون ناخدوه اكزامبل اللي لقاع المغاربة اللي كيطمحوا انهم يكونوا ناشحين في حياتهم وناشحين في البزنس ديالهم وهو كيتعتبر واحد من القلائل ديال المغاربة اللي كيظهروا ويقول لهم تبينوا شحال كيربحوا وكيشجعوا الناس على انهم يربحوا من الانتغنت ومن الأوائل اللي بدأوا مجال الانتغنت في صفحة عامة في المغرب أو على الأقل الناس اللي باينين في الصورة وبزيب الناس كياخدوه قدوه وانا شخصيا معني معانا شي مشكل الله يسهل عليه والله يزيدوا من الفضل دياله ويسهل كل خير دياله هذي نقطة النقطة الثانية كيفما كنعرفو بانا سيمولايف كيطلع في خلاجات فيديوهات وكي نصح الناس وكي وماشي غير كي نصحهم كي انسيستيع لهم على انهم يخدموا في التجارة الالكترونية وهذا هو اللي كنشوف انا يا واحد الفخ اللي قادر نسميه فخ سيمولايف هذك الاصرار على انك تدخل التجارة الالكترونية كيفما كنعرفو بانا سيمولايف عنده واحد واحد البعض منصة خاصة بي اللي هالي عالقة بالتجارة الالكترونية ماشي مكي بيش ولكن كي يربح من الناس اللي اصلا هم داخلين تجارة الالكترونية عن طريق المنصة اللي اسميتها يوكان من ديره هوايا اللي كي يدعي للناس انهم يدخلوا لهذه المنصة هذي ويفتحوا حساب معهم اكيد فابور ولكن سيأخذوا عمولة من اي عملية شراء وهذا هو اللي بلان عليش سيمولايف كي يدربز زيزاف الفيديوهات وكي يشرح فيها التجارة الالكترونية وكي يحاول يجعلين اكبر عدد من المغار بدأ يخلين تجارة الالكترونية على الرغم من انه مكناش غير تجارة الالكترونية في المغرب قد تقول لي اي عاو تاني وهذي فاش كدر التجارة الالكترونية في غير موكت ناس كربحوا منها فلوس وبزاف الناس اللي تصنطوا لشرح هذه السيمولاي ودبعناها شحين في تجارة الالكترونية وتقطع تقول لي انت انا واحد منهم انا متافق معاك وحد الان ما كينتشي اختلاف بيناتنا وحتى لكينشي اختلاف اختلاف مكيفسلت في القاضية وانا انا مختار فيمشي نقطة فما دمكيناش انا كينوحل الخلاف بيناتنا ولكن من المهم ان الافكار يوصلوا وما هادوك لذلك ما تزربش وتبقى معي تلاخر مسألة ان ابناء ده ممكن انه ينجح في تجارة الالكترونية هذي راحة حاجة واردة ولكن خاصة نشوف احد الناس من انا سيد انجحوش في التجارة الالكترونية سيما لايفي ممكن ان يجرح لا تفشل شديد حاجة بينها ولكن لا تفشل إذا كان عندك واحد النظرة واحد الآمل تدير واحد الحاجة وكتعود عليك واحد العائلة وكتقول لخاصة نزيد نتعلم باش نزيد نطور رأسي ولكن ما تدير شي حاجة نتم تدير فيها ووالو فهالنقص توقف حال الوقفة مع رأسك تقول أنا فين غادي وشنو كندير واشهد شي اللي كندير فيه أنا عندي معاه فمثلا إذا عدنا واحد مثلا خريج معهد ديال الطبخ واحد خريج معهد للهندسة وش ديناهم هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا سوف ينجح فيهم الهندسة لا ينجح في الطبخ والطبخ لا ينجح في الهندسة حيث كل واحد والعقل يجب أن تمركز وكيف يفهم أنا من الناس لا يفهم في التجارة الإلكترونية وذلك شيء لأني لم أبادية بديتها شيامات ولكن حسيت براسي أنني لم أكن رتاح ونخدم فيها وهذا يجب أنني لم أبدع فيها ولم نزيد نطور راسي فيها ولم أشعر براسي بشكل استمتاع ونخدم فيها ودى الخنينة نخرج ونكمل فيها ونجحت في شيء أخرى نفس الأمر الناس لا يخصم أنهم يبقون يبقون تبعين سيمولايب والشرحات ويبقون غادي مع التجارة الإلكترونية وفي الأخر مضي عادي الوقت والفلوس وهو من دماغهم لا يوجد في التجارة الإلكترونية دائما الإخوان لا تبقى تصنطوا شيء واحد وتأخذوا الهضرة لأنها أحد الحاجة مقداسة حيث الهضرة هذا الشخص الذي يشرح تقدر تكون صحيحة ولكن لا تمشي مع بعض الناس سأقول أنا معلومة يأخذ هذا الشخص يدير منها شيء حاجة ويأخذ هذا الشخص يدير منها شيء حاجة الفكره متفتح في هذا المجال الذي أنا شرحته واحد أخر يدير في أوله عقله مغلوق في هذا المجال لا يدير في أوله لذلك الخوط قلبوا على المجال ويأخذ لكم لا تبقوش متبعين مجال واحد وهو ما يدير لكم حتى شيء فرسموا لايف منك يدير الفيديوهات وكيخرج كيشرح وراح ماشي في السبيل لهذا الشيء منك يشرح ما سوقوش أنك أنت تنجح المهم عنده هو هو في الفيديو إذا شاهدوه عشرالاف واحد نقولوا واحد الألف واحد سيدخل التجارة الإلكترونية وذلك الساعة حقق واحد الجزء من الطارقة وهذا الشيء ذلك الساعة هذا الألف واحد نقولوا إلى غير مئة واحد حل واحد حساب عنده في اليوكان أو في المنصة ونقوله غير عشرين واحد نجح في التجارة ديالو فهو بالنسبة لي رابح ما يهمش هذو كل ثلاثين ألف واحد ولا خمسة وعشرين ألف واحد اللي فشلوا وما قدروا والو مهم هو الطارقة يتحقق والناس يدخلوا بزاق التجارة الإلكترونية وقدما الناس تؤنجاجوه في التجارة الإلكترونية قدما منصة ديالي يوكان غير تربح وتحقق أربح معرفتشوش الناس غير يفهموني ولا غادي يتعفقوا معي ولما يختلفوا معي فمشي مهم مشي مهم شحيموا واحد تتعفق معي وشحيموا واحد تختلف معي المهم هو أنك ما تكونش واحد واحد الضاغينة إلى تختلفتي معي حيث هذا فقط واحد ويجت نظر وبغيت نقوله قدر واحد غادي يفيده وكين اللي يمكن ما يتتعفق معي وما غاديش يهتم بهتش هذا فما عندي تشي مشكل وانت من ناحة أنت ما تكون عندك تشي مشكل باش من شخصنوش الموضوع ونقونا نخليه على سيمو لايف فما يهمش سيمو لايف هاتشي لدي فيديوات كي دروهم باش يساعد الناس ولا باش يساعد البيزنس ديالو ما يهمش المهم هو أنتا مليت تشوف شي واحد كي شرح خد منه المعلومة خد منه الباقاج التكنيك والمعلومات هذه الباقاج اللي عنده خد منه الماكسيمو معلومات تكنيك أفكار ولكن ما تمشيش معه مية في المية في العقيدة ديالو حيث انتراه ما شي هو خد تكنيك خد المعلومات ونحللها بطريقة ديالو ونرى ما يمثل لك أو ما يمثل لك جربها لماذا افتراسك لا تأخذ دمش لك صافي لا تبقى تدور في هذه الحلقة مفراغة قد تدور في بلاستكم تتحقق والو تدور في بلاستكم تتحقق والو هذا خطأ ووصل الناس المبتدئين لا تحاولوش تبقى مركزين في مجال واحد دائما ركز في مجال وخلي العقل ديالك دائما بتفتح على مجالات آخرين تبقى مجال تتحقق تتحقق على البزنس ولكن في فترة نقاحة عندك ما يدار ترى ما على بزنس آخر تقرأ عليه ترى ما يقول عليه ترى ما يقوله ترى مجال شديد تقرأ عليه تهواية أو المجال سيبقى لك وماذا تدور الخدام غير من الفكرة التي تأخذها سترى ما من نوع الخدامة التي ترتاح فيهم ما من النوع الغدامي لديك المهارات لك يطلبهم هذه المجال او لا مثلا انا التجارة الإلكترونية ما كان عارف نهضر معه بنادم ما كان عارف نقناعه ما كان عارف ندير واله فانا ما عندي اشياء علاقة بالتجارة الإلكترونية وما غاد نجحش فيها بعكس انا انا احد الانسان مبدع عايزي الديزاين عايزي المونتاج عايزي سعليش حاجة اخرى نشوف ما هي المجالات اللي متماشين مع المهارة اللي عندي انا وليك رتاح فيها انايا وطيقني ما يهمش المجال شحال كتدر ديال الفلوس وما يهمش المجال شحال واحد كنصح به راه تدخل في مجال انت مكتفهمش فيه ولكن في مبالغ كبار وناس يحققوا منه مبالغ كبيرة ولكن انت مكتفهمش فيه ومعديش معارضياله ومع تحقق منه واله على الرغم انه فيه فلوس يلا بالصح وكي المجال اللي فيه فلوس قليل له وناس مدخنش فيه بزاف ولكنت عندك معه فالمبالغ اللي هاتتربحه من المجال اللي اللي به قليله لأن كل شي يتعلق بالانتاجياتي اليالك ولا سينتفهمو прочي عندما تزيد إنتاجية لك و عندما تزيد الحب لك عندما تزيد إنتاجية لك و عندما ترتحي تلك الماجال عندما تزيد إنتاجية لك سوف تتعلمني و تفهمه و مع الشغف يلعب دور عندما تكون لك شغف في مجال لن نجح فيه و لا تشير لك كل طبعا أنني أكمل شيء الذي أريد أن أهضر عليه لكي لا نقاش أهاضره في الخوان الخائوين لم أعرف ما ستوافقوني الرأي و لا مهن الله ولكن انا اظهر لكم هذه الهدرة بحث القناعة وكنتمنى ان الفكرة قدرت ان نوصلها وبندم لا يختهر معي بشكل كبير في الافكار التي حاولت ان نوصلها منكم وكما كان نراها تواصل معي في كومنترات او لك اتعادكم فيكرة اقولوا لي ايا او لك اتنخلط افشي حاجة او لك اتعادكم شي حاجة اختلفة مع هذا الشيء اللي نقول فيه فذكروا لي في كومنترات باش نتناقشوا فيها لا ينتجوا مشكلة ونتمنى يكون الفيديو وخفتكم وخفتكم وخفت شوية بشي درداشة جديدة وفيديو الشجي واعنا الخوض